بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الخامسة الاعدادي في هذا الدرس طبعا درسنا لهذا اليوم يتحدث لي عن انشاء الوحدة الاولى اللي هو رمضان اني اراك مثل ما تلاح بحضرتك بالواقع احنا عدنا انشاءين بالوحدة الاولى الانشاء هذا اللي موجود بصفحة سبعة وايضا اكون انشاء ثاني اسمه اللي هو احتفال بابل طبعا انا هذا الدرس الدرس الثاني شابحي لكم بالوحدة الاولى لكن ما ملخص لكم انشاء من شرحت الدرس جبت هذاني يعني خليتهم بالفراغات كمت الدرس وشرحته وترجمته لكن قلت لكم انتو طلعوني من عنده وسوولي انشاء لكن هان اليوم انشاء الله سويت لكم انشاء وجهست لكم على هذا الموضوع اللي هو رمضان اني اراك لو تلاحظ حضرتك هنا هذا منطوق السؤال او يقل لك المهم المهم رمضان ان اراك طبعا راح اقرأ وترجم وتقدر تنقله وترجمه واذا تشوفه انا اللي اشوفه يعني بسيط وكلماته اغلبهن انا ما اخذهن مننا فانتا بعد بكيفك عزيز الطالب اتا ورغبتك راح نجي المن نجي هاي جون مرحبا جون شكرا على ايميالك انت سألتني عن اللي هي العادات او التقاليد اللي موجودة بشهر رمضان في العراق لذلك سوف اخبرك سوف اخبرك بهذا يعني يعتبر فترة دينية انه فترة دينية وهاي التعود على رمضان عندما لا نأكل او نشرب خلال النهار فهنا كلمة دي هي نهار مو يوم انه وقت يعني يقصد بوقت اللي احنا نصوم بي انه وقت عندما نحاول نحاول ان نصلي اكثر في غروب الشمس نتوقف عن الصيام فهي stop معناها نتوقف فاستن الصيام و بعد الصلاة نتناول وجبة ميال وجبة مسائية شسمها انها تدعى افطار نحن عادة نبدأ مع اجلاس اف يوغورت انا اليوغورت يعني قدح او كأس من الزجاج و التمور مع شربة العدس شربة العدس الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي عادة استيو استيو هنا يعني حساء اوكي مع الدجاج مع الدجاج ميال يقدم مع الرز الطبق الرئيسي طبعا تقدر تغير تخلي ميت يعني اللي يعجبك شنو تريد تخلي فروت فواكه تريد تخلي فشتبول خضروات يعني اللي يعجبك شنو تقدر اضيف مفردات وتقدر اتوخر مفردات لكن من التوخر دير بعدك يعني حاسم بعد ما نتناول الواجبة المسائية نتناول او نشرب الشاي في المساء فامليز العوائل والاصدقاء يقضون الكثير من الوقت معا يعني يقضون الكثير من الوقت معا بعد رمضان يعني بعد ما يخلص شهر رمضان نحن نحتفل The coming of عيد الفطر نحتفل بقدوم عيد الفطر Write back soon يعني اكتب لي يعني رد علي واسم الولد مازن اللي كاتب هو من هو مازن تقدر تدخل المكان مازن اسمك لحد الهنا انتهى هذا الدرس انتظرونا في درس قادمة والسلام عليكم رحمة الله وبركاته